موسيقى وإحنا عندنا الصدرات الزراعية كثرة فأصبح فيه طلب عالي على المنتج أو العبوة اللي بتصدر فيها المنتجات الزراعية سواء خضار أو فاكهة هو في الوقت الحالي حالياً فيه موسم للفاكهة موسم تصدير الجوافة فهي دي اللي زودت الطلب علينا في المنتج في العبوة بتاعت البرنيكة دي في الحجم ده أصبح المصدرين بدأ الطلب عليهم يزيد ده اللي خلانا نحن نتجه نحن نصنع البرنيكة المقاس ده ده زودت طلب عليك كثير آه طبعاً بيجي علينا وقت ما بنبقاش ملاحقين طلب العميد بيتقدرين نحقق رغبته لأنه هو محتاج كمية كثير أصلاً يبدأ إنه هو يطلع البراز فإحنا الكمية تبقى متاحة أو اللي بتنتجها المكان ما تقدرش توفي طلبه كل يوم طب ساعتها بتعمل إيه بقى؟ ما بنقدرش يعني بقى خلاص فبينيجي في الوقت بقى اللي ما فيش طلب أو الطلب فيه بيرايح شوية فبنبدأ لنتج وبرخزن زي ما حدا كثفت كده إحنا مخزنين في مقاماتنا كثير علشان لما يتفتح الطلب أو لما بدأ يتفتح الطلب تاني يبقى إحنا عندنا منتج كفاية يكفي رغبة العميد على كده فكرة إنك تكون موجود في مجمع صناع دي سهلت لك العمل أو خالت أنت تشتغل واللي جنبك تشتغل لما يكون في ضغط شغل عليك أنت؟ آه طبعاً فرقت معنا في وجود في مجمع صناعي فرق كبير لأننا الروماتيريز ذات نفسه بجيبه برضو من ناس جنب مننا الماسترباتش أو السابغة ذات نفسها برضو من ناس جنب مننا فوجودي جوه مجمع صناعي سهل علينا حاجات كتير إن احنا نشتغل فيها إنت قبل كده اشتغلت بره مرغم أو بره مجمع صناعي؟ صراحة لا أنا قبل مجمع مرغم أنا ما كنتش بشتغل في البلاستيك أصلاً أنا كنتش بشتغل في شغلة الاستيراض من التالي بس لما الدولة بدأت اتجاه للتصنيع حبيتها توجه مع الدولة في اتجاه التصنيع لأنه عندنا منتجات بالي اشتغل فيهم طب ما أنا جريد عن صناعي ليه رحي للبلاستيك تحديداً؟ لأن البلاستيك ذات نفسه كمادة خام استهوتني لأنها بتقبل التشكيل لأشكال كتير قوي يعني ممكن تصنعها بكذا شكل حسب نوع الماكينة اللي حداك شغال عليها يعني احنا عندنا بنصنع برضو خراطيم الكهرباء دي علشان المساريع بتاعت الدولة في الإعمار والكلام ده كله تغير عليها شكل الاستنبا فتغير شكل المنتج يعني احنا عندنا المقاس ده ده مقاس بتاع صنفه معين فيه عندنا مقاسات تانية باستنبات تانية فتقدر تسير الاستنبا تغيرها وتحط استنبا تانية تغير شكل المنتج زي المنتج اللي بيت حضرتك ده ده مقاس غير المقاس اللي في ايدي ده طب شو مونيس عمد لما رخلت المجال تصنيع البلاستيك في الاول لقيت صعوبة؟ والله الدولة سعادتنا كتير فيه دورات اخذناها كتير جدا بالزاد في مجمع مرغب انها كان فيه دعم جامد دينا اخذنا دورات كتير عرفتنا بالمادة الخام وازاي يدفنا نتعامل معاها وازاي اختيارها وازاي يدفنا نسغلها فدي فرقت معانا كتير غير لما الواحد يبدأ في السوق وهو برا الوضع بيختلف يعني انا شايف ما شاء الله عندك انتاج كتير وعندك ازا ما فهمت منك فيه طلب كتير على المواد اللي انت بتنتجها بالتالي انت اكيد محتاج تزود عدد المكينات مثلا محتاج توسع في المصنع اوسع؟ اه طبعا الواحد محتاج انا اصلا المكان ده كان اصغر من كده انا وسعت عشان ادخل المنتج ده انا لسه يمكن مشغل في المنتج ده بقى لي بالضبط حوالي صهر ما كملت الصهر يعني مصنعت المصنع ذات نفسه يعني المصنع كان لحد الحدود دي كده وكان في مكانة الخراثيم الكهرباء فقط بعد كده لما وسعت بدأت زبت المكانة التانية دي وصنعنا المنتج ده طيب لما بتحب تتوسع اجراءات التوسعة هنا في المجامع بتكون سهلة ولا انت شايف بتكون عاملة ازاي؟ والله هو كان دايما الاسباقية للناس اللي كانت موجودة في التوسعة بس اعتقد هو في الوقت الحالي خلاص لان كلنا خدنا في المرحلة الثانية وسعنا معظم الناس اللي كانت موجودة واستغلت وحبت تطور نصاف بدأت ان هي وسعت في التصنيع بتاعها وسعت في المصنع بتاعها اللي خد 100 متر اللي كانت في ظهر واللي كان جمبه حجم 2 متر كده فالناس بدأت واسعت في المكان فبسو الوقت الحالي المكان خلاص كده بقى كومبيليت يعني اتملع لو كنت تبدأ مجال الصناع من الاول خالص كنت تتفضل تكون موجود في مجامع صناعي ولا تشتغل في ورشة او مصنع خارجي مستخدم مليون في المية جوه مجامع صناعي دي بقى فيه خارق كتير جدا حضرك يعني حتة حراسة امن نظافة رعاية من الدولة فيه حاجات كتير او بتفرق استخراج الترخيص استخراج الرففة الصناعية والسجل الصناعي الحاجات دي بتفرق كتير جدا جوه مجامع صناعي او خارج مجامع صناعي طيب لما توسع ان شاء الله تاني هتشتغل عن منتجات مختلفة او اللي عن نفس المنتجات اكيد هتطور نفسي وزود منتجاتي يعني لان السوق بيطلب منتجات ابتر احنا حاليا بنصنع كذا منتج يعني بنصنع هنا المنتج ده وعدنا المصنع بتاع البصماتس علاء برضو جنبنا بنصنع فيه منتجات تانية احجام تانية مختلفة للسوق المحلي لان دي خاصة بسوق التصدير شكرة انكم كمنتجين تكملوا بعض؟ اه طبعا فيه تكامل فيه تكامل بيننا وبين بعض تكامل يعني طوال ال 24 ساعة يمكن او طوال الوقت فيه تكامل اللي انا بحتاجه من عندي او هو يحتاج حاجة من انا احتاج حاجة من عنده على حسب الاحتياج فالدنيا بتبقى مغطية بعض بيها او بنساعد بعض بنساعد بعض وجودنا جنب بعض عملينا تكامل اشتركوا في القناة